تعرضت نبقى في أجواء المنديال طبعا حيث تعرضت مراسلة تابعة لقناة دويتش فيلا الألمانية لتحرش من قبل مجهول خلال نقلها لبث مباشر في مدينة سارانسك الروسية قبيل بداية مباراة روسيا والسعودية ووصلت الكولومبية جولييت جونزاليس التي تعمل في الخدمة الإسبانية في القناة إرسالها المباشر ولكنها تناولت الحادث لاحقا على الإنترنت وكتبت لا نستحق هذه المعاملة نحن سواسية في القيمة والمهنية